مرحبا متابعينا انا افصاية التغذية دعنا بردقجي فاعوري اليوم رح نحكي عن موضوع صفائح الدموية بالدم وكيف ممكن انه نقوي منها او نزيده طبعا صفائح الدموية هي مسؤولة عن تخسر الدم في حال اي من الجروح او الاصابات واكيد اللي بيساعد هذا الموضوع اكتر فيتامين كي اللي هو بيساعد على تجلط الدم بشكل اكبر وزيادة نسبة الصفائح الدموية طبعا صفائح الدموية هي عبارة عن مركبات بروتينية برضو كمان المفروض انه احنا نكون عم نتناول كميات جدا جيدة من البروتينات ومن انواع جيدة ممكن انه ينتص الجسم بشكل عالي البروتينات مثل اللحوم السمك والدجاج البيض الحليب جميحها من افضل انواع البروتينات والاشخاص اللي ما بيتناول بروتينات من المصادر الحيوانية ممكن انهم يتناولوها من اي من المصادر النباتية وخاصة من الوقوليات مثل العدس الحموس الفول ولكن بكميات معتدلة حتى ما يزيد وزنهم بشكل كتير سريع للاشخاص اللي عم بيعانوا من هاي الاعراض يتابعوا اي طبيب ويحولهم عند اخصائي تغذية حتى يقدر ينظم لهم وجباتهم وقدش الكميات اللي بيقدروا يتناولوها من البروتينات خلال اليوم وزي وزي شيك من كل شيك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة